معنا أيضا من العاصمة لبنانية بيروت العميد خالد حمد المحلل السياسي والاستراتيجي بعد التحية سيدي إذن هذه القمة التي تعقد في المملكة العربية السعودية تأتي حقيقة في ظل نظام دولي متغير هذا النظام يسعى أقطابه الرئيسيون المعروفون طبعا لتشكيله وتحويله في نفس الوقت من نظام الهيمان الأحادية إلى نظام آخر متعدد الأقطاب هذا النظام يعطي فرصة للقوى المتواجدة الكبرى لكي تعزز مكانتها على مصرح السياسة العالمية كما هو معروف إذن كيف يمكن أن تستفيد الدول العربية من هكذا طرح صباح الخير يعني القمة العربية اليوم إذا حولنا أن نضعها في إطار مسار التزمته وخططته الدبلوماسية العربية بتماسها مع أزمات حصلت لسيما خلال العام المنصر بدءا من الأزمة الأوكرانية ووصولا إلى الاشتباكات والأزمة الحكم وأزمة السلطة في السودان يمكن القول أن الدول العربية قد نجحت ولسيما نقول هنا وفي مقدمة دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية ومعها مصر والأردن والعراق التي شكلت مجموعة متوازنة تعاطت مع كل الصراعات الدولية التي حصلت بطريقة متوازنة لم تنجر لأن تكون جزءا من اصطفافات بل حاولت أن تكون دائما عنصر مثبت للاستقرار عنصر يقارب الأزمات بموضوعية دون أن تكون جزءا من هذا الطرف أو ذاك نحن اليوم لا شك نعيش مرحلة الانتقال ربما قبل أن نقول إلى عالم متعدد الأقطاب ربما إلى نسيج جديد من العلاقات الدولية وميزان قوى جديد اليوم الجامعة العربية بعد الاتفاق السعودي الإيراني بعد المقاربة الحكيمة من سوريا وفرض سياسة الخطوة خطوة لجان المتابعة العربية المشكلة من وزراء الخارجية التعاطي مع كل الملفات الإقليمية انطلاقة من احترام سيادة الدول هو يضع مضبطة ربما أخلاقية دولية أو مضبطة سلوكية على مستوى العلاقات الدولية ليكرسها هذا الوزن العربي وبالتالي تستفيد الجامعة العربية وتستفيد الدول العربية إذا تمكنت من المحافظة على هذا التماسك من أن تكون جزءا من منظومة علاقات دولية وازئنا لسيما إذا وضعنا بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي للدول العربية لسيما دول خليش يعني هنا في هذه النقطة بالتحديث سيادة العميد وخاصة فيما يتعلق بأن هذه الخطوات تعتبر إطارا داعما كما تحدثت للحفاظ على النظام الإقليمي العربي بوحداته طبعا الرئيسية هوية الثقافية كمان في نفس الوقت عن الآليات الداخلية القادرة على محاول التجاوز الواقع يعني كما وصفها المحللون وكما قلت حضرتك أيضا بأنها تعزز من لغة المصالح العربية مع دول العالم هذا صحيح يعني اليوم القمة العربية حتى رأينا يعني ما نشرته الصحافة الدولية حول هذه القمة لسيما نتكلم هنا عن الموفد الدولي لسوريا جير بيدرسون الذي حاول كذلك أن يضع هذه القمة الدولية إلى جانب مسارات أخرى نتكلم عن أستانا عن اللقاءات الربعية التي حصلت في موسكو والقرار 2254 يعني وكأن الجامعة تأتي اليوم لتملأ فراغ ما كان موجودا وبالتالي هي لا تتعارض مع القرارات الدولية لا تتعارض مع كل المبادرات بل تأتي قوة ليس فقط دائمة وربما رائدة للمسارات الدبلوماسية التي انطلقت وتعثرت في مكان ما أنا أعتقد أننا فعلا أمام نقطة تحول في الوزن العربي في مقاربة الأزمات الدولية هل هنا يمكن أن نستغل ما يسمى بالخلل المتواجد الآن في المنظومة الغربية بحيث أن نستفيد من هذا الخلل في تفعيل المصالح العربية المشتركة؟ عفوا لو تعيد السؤال ما سمعت أقول سيد العميد أننا يمكن إذن من سياق هذا الكلام أن نستغل ما يسمى بالخلل في النظام الدولي لصالح المنظومة العربية ومصالحها يعني ربما يمكن القول أن النظام الدولي الذي كان سائدا كان مختلا يعني الأحادية الصلبة التي تعاطت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع قبل المنطقة والكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير هي التي أدت إلى ما وصلت إليه المنطقة لا ننسى أنه لم يكن هناك فعلا في ظل النظام الدولي الذي الآن يتغير أنه كان هناك يعني مواقف أدت إلى استشراء الحالات الميليشيوية في المنطقة أدت إلى استباحة سيادات الدول نبدأ يعني من الأعمال العدوانية لإسرائيل انتهاءا بكل ما قامت به الميليشيات المحسوبة على إيران في المنطقة وكانت كلها على حساب سيادة الدول أنا لا أقول أنه اليوم نستفيد من الخلل في النظام الدولي بل أقول أن النظام الدولي كان مختلا واليوم يعود التوازن إليه لأن المنطقة العربية كجزء وازن من هذا العالم أعادت التموضع بشكل صحيح في مقاربة الأزمات القائمة هنا سيد العميد بالإضافة إلى الناحية السياسية التي نتحدث عنها دائما هناك طبعا تحديات سواء في الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة كما قلنا للأزمات العالمية المطروحة الآن كيف يمكن أن تكون هذه الأزمات الحاضرة على جدو الأعمال أو حتى في المناقشات الجانبية مهمة لكي نتعرف حول الخلل الاقتصاد والاجتماعي وبالتالي يؤدي هذا إلى تكامل اقتصادي ما بين الدول العربية يعني أولا أعتقد أن الدروس المستفادة من كل المسار السابق أنه لا يمكن بناء اقتصادات ثابتة أو الكلام عن وزن اقتصادي في ظل عدم وجود استقرار سياسي وفي ظل عدم دعم مفهوم الدولة في كل العالم العربي أنا أعتقد أن سياسة الخطوة خطوة التي عبرت عنها يعني عبر عنها إجتماع التشاوري إجتماع التشاوري في عمان في مقاربة الأزمة السورية سيكون النموذج الذي سيتبع في مقاربة كل الأزمات يعني أولا الاستقرار السياسي والأمني ثانيا يتم المقاربة الاقتصادية على نفس القاعدة كذلك يعني تجدر الإشارة إلى البيان اللقاء التشاوري أن تتكلم في موضوع عودة النازحين السوريين عندما قال بمساعدة كل السوريين أينما كانوا ولأي منطقة أو لأي فريق سياسي ينتمون إليه كذلك يعني مقاربة مسألة معالجة التهريب والمخدر وطبعا عودة قرار عودة سوريا للجامعة العربية في هذا الإطار يعني سيجعل من قضية عودة اللاجئين قضية مهمة وأولوية حتى على أجندة هذه القمة هذا صحيح ولكن نقول أولا أنه لا يمكن أن تكون عودة النازحين إلا في سياك خطة تؤدي إلى استقرار سياسي يعني لا معنى لعودة اللاجئين من ضمن خطة تنفق فيها الأموال إذا فعلا لم يستشعر المواطن السوري العائد إلى سوريا أنه عائد بشكل نهائي وأنه عائد لكي يكون مواطن سوري وليس لا يكون نازح في الداخل السوري يعني من هنا نقول أنه وأعتقد أنه يعني توحي تصريحات وزير الخارجية السوري سواء في الاجتماعات التي عقدت سابقا أو خلال اللقاء التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انعقاد القمة يعني بالأمس وأول من أمس أن هناك التزام سوري يحيط بكل هذه الخطوات يعني بالرغم أنه يظهر جائيا بعكس ما ربما كان يريده النظام السوري أن ما يحصل هو مضبطة واضحة لهذا السنوء الذي فعلا يعني يستلزل من سوريا التزاما كاملا ولا يمكن إجراء صفقات وفقا لمجارة سابقا وتوفقات سمائية سوف نرى هذا الكلام الواضح هذه التفاصيل من حضرتك سوف نرى من خلال مناقشات هذه القمة المهمة التي تنعقد اليوم من بيروت العاصمة اللبنانية سيدة العميد خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي شهرك شكرا جزيلا